بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نستكمل معا دروس واحدة اختبارات الفروض وستنحدث اليوم في درس اختبارات الفروض للفرق بين نسبتي مجتمعين بفرض أن لدي بي واحد تمثل نسبة طوفر صفة معينة في أحد المجتمعات بي اتنين هي نسبة طوفر نفس الصفة في مجتمع آخر فإن فرض العدم يصبح هو بي واحد تساوي بي اتنين طالما أنهم تساويين إذن الفرق بينهما يساوي صفرة يبقى يمكن كتابة أو صياغة فرض العدم اتش زيرو عن طريق بي واحد تساوي بي اتنين أو بي واحد نائز بي اتنين تساوي صفرة ويتم اختيار عين عشوائية كبيرة الحجم المجتمع الأول وعينة ثانية من المجتمع الثاني وحساب النسبة في كل عينة كما حسبناها في استخدام عينة واحدة من مجتمع واحد بي هات واحد بتساوي اكس واحد على ان واحد أو بي هات اتنين بتساوي اكس اتنين على ان اتنين كما نعلم أن الاكس دي عبارة سواء كانت واحد أو اتنين وهي عبارة عن من يمتلكون الصفة أو الخاصية في العينة الأولى أو الثانية بفرض أن العينتين مستقلتين احصائية الاختبار طالما أن العينات كبيرة ستكون عبارة عن احصائية زد بتساوي بي هات واحد نائز بي هات اتنين مقسومة على الجزر التربيعي لبي واحد في كيو واحد على ان واحد زائد بي اتنين في كيو اتنين على ان اتنين لاحظ معايا هنا أنه بستخدم في الاحصائية بي واحد وكيو واحد اللي من المفترض أن هي تأتي من المجتمع واللي عادة بتكون مجهولة في صيغة الزد يمكن استخدام الصيغة التالية بي هات واحد نائز بي هات اتنين البسط كما هو ولكن هناك فرق بوجد ما يسمى بالبي تلدة والكيو تلدة المكملة لها كعامل مشترك بين النسبة والمكملة لها مضروبة في واحد على ان واحد زائد واحد على ان اتنين طيب البي تلدة اللي هي النسبة المشتركة دي ازاي بوجدها بناخذ نسبة من يتصفون او عدد من يتصفون بالصفة في العينة الاولى زائد من يتصفون بالصفة في العينة الثانية اكس واحد زائد اكس اتنين مقسومة على مجموعة حجمي العينتين ان واحد زائد ان اتنين وبالطبع كما نعلم ان الكيو دي المكمل للنسبة يعني لو عندي بي هات يبقى المكمل كيو هات لو عندي بي تلدة المكمل كيو تلدة كما في هذه الحالة مثال اختيرت عينة عشوائية من 300 مدخن في مدينة ابها وجد ان من بينهم 60 مدخن يفضلون النوع ايه يبقى 60 من 300 دي في العينة الاولى بينما كان العدد 30 مدخن يفضلون نفس النوع في عينة اخرى من 200 يبقى 30 من المتين المطلوب اختبر الفرض بتساوي النسبتين في المجتمعين عند مستوى معنوية الفا بيساوي 5 من 100 اتش زيرو بتساوي او عبارة عن بي واحد يساوي بي اتنين تساوي النسبتين هذا يعني انه بي واحد نقص بي اتنين بيساوي صفر اتش واحد مختلفتين يبقى بي واحد لا تساوي بي اتنين اي بي واحد نقص بي اتنين لا يساوي الصفر الخطوة الثانية العينات كبيرة مسحوبة من المجتمعين وبالتالي نستخدم زد زد بتساوي بي هات واحد نقص بي هات اتنين مقسومة على بي تلدة في كيو تلدة في واحد على ان واحد زائد واحد على ان اتنين كما قلنا في بداية المثال بي هات واحد بتساوي اكس واحد على ان واحد ستين من التلتمية بتساوي عشرين من مية بي هات اتنين عبارة عن تلاتين او اكس اتنين على ان اتنين تلاتين من المتين بتساوي خمستاشر من مية استطيع حساب النسبة المشتركة اللي هي بي تلدة عن طريق جمع الستين زائد التلاتين وقسمتهم على تلتمية زائد المتين حتساوي تسعين على خمسمية اي تمنتاشر من مية بي تلدة بتساوي تمنتاشر من مية إذن Q تلدى 1-18 من 100 تساوي 82 من 100 حساب قيمة Z أو إيجاد Z المحسوبة البي هات 1 عندي بـ 20 من 100 البي هات 2 بـ 15 من 100 مقسومة على جزر البي تلدى بـ 18 من 100 في المكمل لها 82 من 100 في قوس داخل القوس 1 على N1 بـ 300 زاد 1 على N2 بـ 200 قيمة Z المحسوبة ستكون 1.4257 الخطوة الثالثة استخراج القيمة الجدولية وهذا اختبار زو طرفين سنوجد قيمة Z بـ 1000 على 2 نجد أنها 1.96 من 100 لأنه قال لي عنده مستوى معنوية 5 من 100 نستطيع رسم بسيط للمسألة هذه بإيجاد قيمة Z ألف على 2.96 ناحية الموجب سالب 1.96 ناحية السالب كما ترى الألفة مقسومة على جزئين في منطقتها الرفض بينما منطقة القبول تساوي 95% أو 95 من 100 مقسمة حول Z تساوي 0 إلى جزئين زي ما أنت شايف إلا أنها تعتبر منطقة واحدة للقبول نحدد الرفض والقبول بـ 1.96 أو من سالب 1.96 إلى موجب 1.96 قررنا هو قبول فرض العدم حيث تقع قيمة Z المحسوبة في منطقة القبول كما رأينا أن قيمة Z المحسوبة كانت عبارة عن 1.4257 وبالتالي تقع في هذا الجزء وبالتالي قررنا هو قبول فرض العدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر